تعالوا نشوف بقى مين أعلى معدل للتصويت في الخارج أعلى معدل تصويت في الخارج في السنوات الماضية احنا طبعا هذه خامس انتخابات رئاسية بدأت من 2005 لكن أعلى معدل تصويت للمصريين في الخارج كان 2014 وكان 318 ألف ناخب وكانت المنافسة بين المرشح عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي مرشح المعارض حمدين صباحي وده طبعا كان بعد الثورة 2013 مباشرة الكتلة التصويتية وقتها بلغت 53 مليون وتسعمية ألف ناخب وانتهت الانتخابات بنسبة مشاركة 47% و45 من 100 يعني كام صوتوا في الانتخابات 25 مليون ونصف المليون شاركوا في هذه الانتخابات وحصل المرشح حينها عبد الفتاح السيسي على 96% يعني كام مليون يعني 23 مليون و780 ألف نيجي بقى في 2012 مشاركة المصريين في الخارج كانت على جولتين الجولة الأولى اللي تنافس فيها 12 مرشح صوت فيها 311 ألف ناخب في الخارج ثم كانت الجولة الثانية والمنافسة الكبيرة بين أحمد شفيق ومحمد مرسي وصوت فيها 314 ألف ناخب في الخارج قاعدة البيانات كانت 50 مليون وتسعمية ألف دول اللي كان يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات الجولة الأولى كانت نسبة المشاركة فيها 46% 46.5 تقريبا يعني 23 مليون و600 ألف شاركوا في الجولة الأولى أما الجولة الثانية فكانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات المصرية قاطبة رئاسية يعني 51% وده طبعا المنافسة الكبيرة بين رئيس مدني ولا رئيس من جماعة الإخوان مرسي زي ما احنا فاكرين كسب بفارق ضئيل 51.7% يعني 13 مليون صوت بينما حصل الفريق شفيق على 48% يعني حوالي 12 مليون صوت و300 ألف صوت نيجي للانتخابات السابقة 2018 تراجعت فيها مشاركة المصريين في الخارج إلى 157 ألف ناخب كانت المنافسة بين الرئيس السيسي وموسى مصطفى موسى قاعدة الناخبين هنا ارتفعت مع ارتفاع عدد السكان ومن وصلوا إلى سن 18 اللي هو يستطيع أنهم يقترعوا لتصل قاعدة الناخبين إلى 59 مليون 78 ألف ناخب نسبة المشاركة عموما كانت انخفضت بقى من 46 و51 والأرقام دي اللي تبقى 41% كام يعني 24 مليون ناخب ذهبوا إلى الانتخابات رئيس السيسي حصل في ثاني ولاية له على 90% و3 من 10 يعني 21 مليون و800 ألف صوت